اثنية صباحا الحادية عشرة بتوقيت جرانة شمجازون اخبار يونياتكم من القاهرة اهلا بكم اصدرت مصر والسعودية بيانا مشتركا عقب زيارة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر واكتماعه مع الرئيس السيسي واكدت مصر والسعودية اهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري واستمرار عقد مجلس الاعمال المشترك كما اكد البيان المشترك ان الرئيس السيسي ولي العهد السعودي اشهد بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات كما اشهد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وفي الجانبين الدفاعي والامني اشهد الجانبان بمستوى التعاون والتنصيق الامني وعبر عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع اشكالها ومكافحة المخدرات وجرائم الارهاب والتطرف وتمولهما وامن الحدود واشهد الجانب السعودي بالاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في مصر وفي الشأن الدولي جدد الجانبان عزمهما على موصلة التنصيق وتكثيف الجهود الرومية الى صون السلم والامن الدوليين وبشأن تطورات الاوضاع في فلسطين اعرب الجانبان عن بالغ قلاقهما حيال الكارثة الانسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية كما اكد ضرورة تكثيف الجهود للوصول الى تسوية شاملة وعدلة للقضية القضية الفلسطينية اصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منصقا عاما للاجهزة الامنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية كما ادى السيد اللواء حسن رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة جدير بالذكر ان السيد اللواء حسن رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة الى ان تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات قبل ان يؤدي اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية كرئيس للمخابرات العامة أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن القمة المصرية السعودية حملت العديد من الدلالات في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة وخلال مؤتمر صحفي أكد مدبولي أن القمة نقشت الأوضاع الإقليمية والتعامل مع المتغيرات السريعة بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين كما أكد أن المجلس الأعلى للتنصيق بين مصر والسعودية هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مشيرا في الوقت نفسه إلى بدء المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين كما أكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي أشار إلى رسائل مهمة خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال الندوة التثقيفية على ضرورة أن يكون المصريون على أعلى قدر من التربط والوعي للتعامل مع التحديات الإقليمية غير المسبوقة وأكد رئيس الوزراء أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالاقتصاد المصري مع استمرار الدولة بسياساتها النقدية وتوقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة كما أشار إلى التوقعات باستمرار انخفاض التضخم قبل نهاية 2025 أكدت دكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وجود بوادر تحسن في جميع المؤشرات لاقتصاد المصري مشيرة إلى أن قطاعات السياحة والاتصالات والتشهيد أظهرت مرونة ونموا إيجابيا في العام المالي الماضي ولافتة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق فضلا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وزيدة كفاءة وفعالية تخصيص الموارد للقطاعات أعلنت وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت التي تضمنت 22 طن من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين استمرارا لتنفيذ توجهات الرئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم لبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلية كما قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة 304 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 590 مواطنا عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراجهم على الرحلات التالية وعلى المستوى الإغاثي أرسلت مصر حتى الآن 44 طن من المساعدات وستواصل تقديم كل دعم ممكن للحكومة والشعب اللبناني أكد وزير الخارجية والهجرة دكتور ربادر عبد العاطي أهمية قضية المياه بالنسبة لمصر واعتبارها قضية وجودية وخلال مؤتمر صحفي مع نظير الإسباني بالقاهرة أشار وزير الخارجية إلى أنه من غير المقبول تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري مشددا على أن مصر لن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر كما أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للصومال وسيادته أفد مراسلنا بمحافظة كفر الشيخ بإصابة خمسة أشخاص في حادث انقلاب أوتوبيس نتيجة استضامه بسيارة نقل على طريق النمر البياض بمركز بيالا أفد مراسلنا بخروج المصابين من مستشفى بيالا بعد تقديم الإسعافات لهم مشاهدين انتهى الموجز ولمزيدنا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهرة ومحاضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد أنصاري ودمتم في أمان الله